خلينا نروح لقايمة منتخب مصر والنقشة كده مع بعض ونشوف اختياراتك كابتن حسام حسن للمعسكر القادم إن شاء الله والناس برضو فيه ناس بتتساءل ويقولكش معنا واخد 3 حراس من الاهلي هنوضح كل حاجة دلوقتي ونقولكو كمان كابتن حسام فكره عايز يعمل ايه في منتخب مصر وعايز يقلل معدل الأعمار السنية وبيدي كل واحد حقه الناس اللي اجتهدت الفترة اللي فاتت فلازم تكون موجودة في المنتخب وكلهم لعيبة مميزة نمسك حراسة المرمى محمد الشناوي فيش اختلاف طبعا على محمد الشناوي هايل محمد الشناوي وحارس مصر الأول وحارس الأهلي مصطفى شبير بقلق الفترة اللي فاتت وكان موجود مع منتخب مصر وحتى كان فيه يعني كلام هل شبير اللي يلعب مطش المنتخب اللي فات ولا محمد الشناوي فمصطفى شبير يستحق برضو إنه فنش كويس جدا وكان موجود المهدي سليمان من أفضل الحراس في الدوري معنادي الاتحاد السكندري متقلق المهدي سليمان بشكل كبير جدا في الفترات الأخيرة معنادي الاتحاد وكان موجود مع كابتن حسام حسن في المعسكر الأخير في المنتخب اللي تم إضافته حمزة على حارس الأهلي أيضا وهو حارس المنتخب الأولمبي وأنا شايفه اختيار كويس جدا من الكابتن حسام حسن والجهاز الفني طبعا كابتن سعفان الصغير والمدارب حراس المربى إن حمزة حارس واعد حارس عنده إمكانات كويسة جدا تقلق مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات يعني في احتكاك ومطشات رسمية وبطولة كبيرة زي الأولمبيات ولعب مانشاط أمام فرنسا ولعب أمام باراجوي وأمام أسبانيا يعني خد خبرات كويسة وكان مميز جدا فأنا شايفه انه اختيار عادي آه هم تلاتة من الأهلي بس هم دول دلوقتي الأحسن حراس في مصر فلازم ياخدهم وبعدين كابتن حسام بيشتغل عشان على المستقبل في المعسكر ده هتلاقي خمس لعيبة من المنتخب الأولمبي احنا قلنا إيه يا جماعة من فترة بعد بطولة أمم أفريقي قلنا المنتخب بتاعنا معدل الأعمار بتاعه كبير فلازم نقلل معدل الأعمار فحمز علاء ومصطفى شبير أعمارهم صغيرة فهو ده بقى النيو جينيريشن أو الجيل الجديد أو اللي انت بتجدد في معدل أعمار المنتخب ما هو ده لازم يحصل ومش هتيجي مرة واحدة لازم كل شوية هتدخل عناصر تاخد خبرة وتاخد احتكاك وتاخد خبرات من اللعيبة الأديمة واللعيبة الكبيرة عشان بعد كده يبقى عندك قوام معدل أعمار صغير فده صح أنا شايف ان هما دول أفضل أربع حراس موجودين في مصر فالناس عملا تقول بمثلاتة من الأهلي هما اللي كويسين حمز علاء حارس المنتخب الأولمبي وتقلق لازم يروح المنتخب واخد فرصته محمد الشناوي حارس الأهلي الأول والمنتخب لازم يروح المنتخب مصطفى شبير نفس القصة حراس الزمالك محمد صبحي عنده إصابة وعواد ما كانش بيلعب طب حياخد مين الرجل احنا لازم نفكر يا مش قصة أهلي وزمالك هي قصة اللي انا بشوف العناصر المميزة دلوقتي واخترها فاناس تقولك طب هتتواخد أربعة ليه أربع حراس يعني طب ما أنا عايز بقى أدخل الحراس الصغيرين دول ما أنا لو خدت ثلاثة مهدي اسليمان ومصطفى شبير ومحمد الشيطة طب الراجل اسمه حمزة علاء اللي موت نفسه مع المنتخب الأولمبي وظهر بشكل كويس ما لديله الثقة وقربه من المنتخب عشاني ما عندي أجيال بعد كده تقدر تشيل الراية في المنتخب فأنا شايف الموضوع طبيعي جدا وكويس جدا ما عندي بعض اللي اختلافات بقى مع كابت الحسام في بعض اللعيبة اللي هي موجودة بس طبعا ممكن يكون عنده إصابات فما عندهش العدد الكافي يعني مثلا في خط الدفاع عنده رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد رمضان بيكم وخلد صبحي دول الأربع أو الخمسة بيلعبوا في قلب الدفاع أحمد حجازي طبعا نجم كبير واسم كبير جدا بس انت كابت حسام بتقلل معدل أعمار المنتخب يعني أحمد حجازي ورامي ربيعة كبار في السن محمد عبد المنعم هو ممكن يكون كابت الحسام الآن شوية من محمد عبد المنعم عشان محمد عبد المنعم مفروض خلاص اليومين الجايين حيسافر فرنسا عشان نادي نيس الفرنس التعاقد والتأشيرة مستنين التأشيرة عشان محمد عبد المنعم فممكن يكون كابت الحسام الآن شوية حمل عبد المنعم ممكن ما يجيش أو يبقى عنده مركز أكتر معنادي نيس ان هو لسه حتى ما نضمش للفريق مستنين التأشيرة ممكن يكون عشان كده فضم ناس كتير في الحتة دي وجاب أحمد رمضان بي كمخالد صبحي في قيمة برضو كمساك اللي هو خالد صبحي لعب سيراميكا في قيمة المنتقى أنا بس مش عايز أقول معترض على أحمد حجازي لا مش معترض أحمد حجازي لعب كبير بس أنا عايز كابت الحسام يمشي بقى بالفكر بتاعه بقى ان هو عايز يقل المعدة الأعمار بس ممكن يكون بشكل مؤقت عشان برضو الحتة اللي هي في قلب الدفاع دي ما عندوش عدد برضو كويس في الحتة دي طيب ناحية الليمين خد محمد هاني وده طبيعي وخد محمد شحاتة لعب المنتخب الأولمبي ومحمد شحاتة لعب ناحية الليمين عملها بشكل كويس جدا ما تجيبوا يا جماعة الصورة عليا كده أو قسموا الشاشة كده عشان نتناقش بس مع الناس كده مع بعضش ما نتضلش حطين الأرقام محمد شحاتة ومحمد هاني محمد هاني طبعا رقم واحد ومحمد شحاتة لعب مميز جدا جوكر بيلعب نصف ملعب وبيلعب باكرايت لما أحمد عيد تعور في المنتخب الأولمبي آآ مستر ميكالي حطه ناحية المين تقلق عمل شغل كويس جدا آآ نفس القصة برضو في الزمالي كان مستر جوميز لما كان بيتزني ومعندوش باكرايت كان بيحط آآ محمد شحاتة فالناس هيقولك طب هو ما خدش ليه عمر كمال عبدالواحد بيلعب باكرايت طب ما خدش ليه عمر جابر اللي أنا يعني تواصلت مع الجهاز الفاني المنتخب مصر قال ليه كريم احنا بنحاول نقلل معدل الأعمار فبنجيب لعبة صغيرة لعبة بتاعت منتخب أولمبي خدت احتكاك عشان نبدأ نجدد في الفرقة فمحمد شحاتة ومحمد هاني ناحية اللي مين ناحية الشمال طبعا ظروف فتوح وموضوع القضية والكلام ده ففتوح مش موجود دلوقتي وحتى لو موجود طبعا ما كانش بيتمرن الفترة اللي فاتت فتم ضم محمد حمدي لاعب بيراميد وهو كان هو وفتوح بيلعبه دايما في ناحية الشمال ده طبيعي جدا ومحمد حمدي لعيب كويس وخد احمد نبيل كوك لعيب صغير لعيب منتخب أولمبي وهاي لأحمد نبيل كوك برضو كان فترات كتيرة بيلعب باكليفت في المنتخب الأولمبي الفترة اللي فاتت كان هو وكريم الدباس فانا شايفه برضو اختيار منطق محمد حمدي وأحمد نبيل كوك في نص الملعب عودة محمد النني ورغم ان هو بقى عكس الكلام بتاع كابتل حسام او مش عكس الكلام عكس وجهة نظر كابتل حسام ان هو بيقال المعادة الاعمار بس انا بقولكو يعني كابتل حسام هيعمل ايه ده محمد النني كسر الدنيا مع المنتخب الأولمبي لو انا مدرر منتخب مصر بعد المستوى اللي انا شفته لمحمد النني مع المنتخب الأولمبي في فرنسا في الأولمبياد لازم ارجع محمد النني واستفيد منه باكبر قدر ممكن فانا مع كابتل حسام في موضوع محمد النني محمد النني لازم يكون موجود في المنتخب في مراوان عطية في حمدي فتحي في امام عشور طبيعي برضو مراوان عطية طبيعي حمدي فتحي طبيعي ناصر ماهر طبعا تقلق مع الزمالك وتقلق مع المنتخب في المعسكر الأخير كان ماتش غينيا بيساوه نزله كابتل حسام عشر دقايق قلب الدنيا ناصر ماهر وبيقدم مستوى كويس زيزو طبعا احسن احسن اللعيبة تريزي جي عمر مرموش محمد صلاح ابراهيم عادل لعب المنتخب الأولمبي لازم طبعا يعني كلها اسماء اللعيبة المحترفين مصطفى فتحي من احسن اللعيبة في الدوري من احسن اللعيبة في بيراميدز مصطفى محمد مهاجم المنتخب خفر خلاص من الاصابة وهيكون موجود في المعسكر القادم وقسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي ومحمد الشامي مهاجم المصري فانا شايفها كلها اختيارات عادية واختيارات منطقية واختيارات منطط طبيعية لكابتن حسن اتمنى له التوفيق ان شاء الله برضو الراجل مش قادر خلي بالكو كل الكلام ده ان كابتن حسن مش قادر يجيب اللعيبة بدري عشان احنا الموسم عندنا مستمر كاس مصر مستمر الدوري خلص متأخر كل ما الدوري ما يخلص في معاده ويبقى الدنيا ممتظمة والموسم القاروي ممتد طول السنة زي ما احنا شايفين ده هيأثر على المنتخب وحيأثر على مستوى اللعيبة وانا قلت يا جماعة رقم واحد لإصلاح الكرة المصرية رقم واحد لإصلاح الكرة المصرية دوري منتظم دوري فيه تكافؤ فرص دوري مزبوط مواعيد مزبوطة زي المواعيد العالمية مش هنخترع الزرة مش هنخترع الزرة اللي بيخلينا نتأخر كل سنة في الدوري اللي احنا بنخلص الدوري متأخر فبنبدأ متأخر يعني الدوري الإنجليزي هو بدأ بقاله جولتين اهو دوري الإنجليزي جولة تانية بدأت النهاردة تفرقت حتى على مانشستر سيتي وإيب سويتش تاون النهاردة شواء هالن جاب ثلاث أهدف أول هاتريك في الدوري الإنجليزي أربعة تجوان في مانشين هالن فبقول لكم رقم واحد لإصلاح الكرة المصرية والإصلاح مستوى اللاعبين وإصلاح منتخب مصر دوري منتظم يبدأ في المواعيد المزبوطة ينتهي في المواعيد المزبوطة هتقول لي يبدأ طبيعي يعني نسيبكم أن احنا هنبدأ متأخر في شهر عشر مفروض الدوري بتاعنا يبدأ أول تسعة مش هقول بقى خمشهر تمانية مثلا أنا مش بتكلم على السنة دي بعد كده أول تسعة ويخلص أول ستة أو آخر خمس زي المواعيد العالمية كل البطولات العالمية دوريات العالمية دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أسيا دوري أبطال أوروبا كل البطولات دي بقت خلاص أجندة عالمية احنا مش نبقى أجندة عالمية لازم نعمل زي أوروبا وزي أفريقيا وزي أسيا وزي أي دولة في العالم نشتغل كورة زي ما الناس بتشتغل سيستم كورة موعيد دي بقت خلاص عرف عالمي لازم تتعامل كلها في وقت واحد فرقم واحد للصحة الكرة المصرية دوري قوي دوري منتظم دوري عادل فيه تكافؤ فرص فيش مطشات مؤجلة ممكن يبقى عندي مطشة أو مطشين مؤجلين مفيش مشكلة لكن مش عشر اتنشر مباراة فدايما أنا أنا بتكلم في النقطة دي وطول ما احنا ما بنشتغلش على النقطة دي بالذات الكرة مش هتتصلح لازم نشتغل على النقطة دي بالذات رقم واحد عشان يبقى الدنيا عندي ماشية منتظمة الاهلي بقى والزمالك والبيرامدز والمصري بيلعبوا في أفريقيا ويجي يلعبوا في الدوري عشان كده أنا عامل تلاتين لعيب في القايمة وعمل خمسة موليد الفين وتلاتة يعني خمسة وتلاتين لعيب إلعب كرة زي ما الناس كلها بتلعب في العالم مش لازم تلعب بالحضاشر الأساسيين في كل البطولات وتقدر تنافس ما انت بتقوي فرقتك وبتجيب لعيبة جامدة عشان تقدر تنافس في البطنان مش ده بالنسبة للمنتخب مصري فانا شايفها قايمة طبيعية جدا وقايمة هيلة بالنسبة للمعسكر المنتخب ونتمنى التوفيق إن شاء الله لكابتن حسام ورفاقه كابتن إبراهيم وكل عضاء الجهاز الفني في المعسكر القادم إن شاء الله ونكسب الموطشين إن شاء الله في تصفيات أفريقيا تصفيات دي اللي هتأهلنا إلى بطولة أفريقيا القادمة بطولة أمم أفريقيا عشرين خمسة وعشرين هتقوم في شهر 12 عشرين خمسة وعشرين وهتمتد اليناير عشرين ستة وعشرين إن شاء الله